بقدر ما أفرح مقتل زعيم الكانيات أهلية مدينة ترهونة الذين عانوا لسنوات من جرائم التعذيب والتنكيل والقتل بقدر ما ألمهم عدم تقديمه للعدالة ومحاكمته على جرائمه والأهم من ذلك الكشف عن مصير ذويهم المفقودين سواء كانوا أحياء أم أموتا وتشير أصابع الاتهام في اغتيال الكاني إلى ميليشيا طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر والتي تسعى لقمع أي صوت ضد مجرم الحرب حفتر وأبنائه وتصفية كل من لا يظهر الولاء الكافية له فحفتر ليس من مصلحته انكشاف مزيد من الحقائق التي قد تميط اللثام عن من خطط ودبر وأمر بارتكاب مثل تلك الجرائم التي ترقى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفي الأثناء تواصل محكمة فيرجيني الأمريكية النظر في القضايا التي رفعتها عائلتان ليبيتان ضد حفتر الذي يحمل الجنسية الأمريكية ولديه أملاك بملايين الدولارات في نفس الولاية بشأن ارتكابه جرائم حرب ومسؤوليته عن أعمال مرؤوسيه أمثال محمود الورفلي الذي اغتيل أيضا في ظروف غامضة ويواجه مجرم الحرب حفتر معضلتين رئيسيتين في هذا الملف هما تأكيد محكمة فيرجينيا الفيدرالية اختصاصها في الدعوة المرفوعة ضده ورفضها قبول مزاعمه بأنه يملك حصانة رئيس دولة أو شبه رئيس دولة لذلك فهو مهدد في أي لحظة بإدانته بارتكاب جرائم حرب من محكمة أمريكية ويخشى آخرون من ميليشيا حفتر أن تتم تصفيتهم الواحدة والآخر حيث يرى مراقبون للمشهد أن حفتر له أسباب عديدة تدفعه للتخلص من قادة ميليشياته إذا ما شكلوا خطرا على حلمه في حكم ليبيا بعد فشله في الاستفادة منهم بالاستيلاء على الحكم بقوة السلاح